للأسف طبعا خبر محزن لكل محبين الفنان الكوميدي السعودي عزيز الأحمد عايز أقول لكم آخر ما نطق به وهو على فراش الموت لحظات مكية ومحزنة جدا جدا بيعلنها صديقه وفي نفس الوقت بيعلن الوصية الخاصة به تعالوا كمان لما أعرفكم اللي قالته كوكي يدرى كوكي أساسا دي زوجته ولا هي فعلا مامة ابنه ولا هي علاقتها اي بي حوار كبير جدا ومعلومات لأول مرة ممكن تسمعوها عن هذا الفنان الكوميدي اليوتيوبر عزيز عزيز الأحمد اللي فعلا وفاته صدمت الجميع والناس اللي عايزة تعرف السبب الرئيسي في وفاته لأنه بالأمس كان عامل فيديو وكان بحالة جيدة إلى حد ما ولكن اتضح إن هذا الفيديو كان مسجل منذ فترة كبيرة قبل تعبه وتم تنزيل الفيديو بالأمس لكن عزيز بقاله فترة بيعاني وهو فعلا بيعاني من وقت ولادته لأنه بيعاني من طبعا مرض الهرمونات الهرمونات اللي أثرت على نموه الجسدي المرض موجود معاه من وقت متولد حوله طبعا أمه وأبوه علاجه لكن فشلوا تماما عنده سبع وعشرين سنة سوري ولكن من مواليد الرياض ستة وعشرين يوليو الف تسعمية خمسة وتسعين والده وولدته سوريين طبعا الدنيا كلها اتقلبت على سبب وفاته لأنه طبعا ناس كانت بتحبوا وبتابعوا ملايين يقولوا إنه هو كوميديان وإنه هو السبب الابتسامة والضحكة على وجوههم ورسمها كتير جدا جدا توفي وهو على فراش الموت شقر بالتحديد والدته وقال إنها عانت معايا كتير أوي أوي من وقت متولدته هي المسؤولة عني كرعاية تمة أكني لسه طفل في اللفة ولكن بتعمل لي كل حاجة ولما كان حد بيتنمر أو يصخر من شكلي أو من طولي أو من هيئتي كانت بتقف لي بالمرصاد وما كانتش بتسكت ولا تتنازل عن حقي مهما كان وتاني واحد حابب أشكره هو صديقه اللي كان معاه في المستشفى لحظة الوفاة واللي بمجرد وفاة عزيز الأحمد نزل فيديو وهو في حالة من الانهيار والبكاء وبيقول عن وصيته إن هو أوصى بالتبرع بجزء كبير جدا جدا من سروته لإخواته السوريين هو حابب التبرع بس للناس دي لأنهم قال أهلي وناسي وأنا منهم ومش بس كده على فكرة اتضح إن كوكي دي مش ولا زوجته ولا صديقته ولا أي حاج مجرد واحدة بيجيبوها تمثل معاه أدوار مرة إنهم متجوزين مرة إنهم عندهم أطفال مرة إنها حامل لكن ما فيش أي علاقة زواج ما بينهم هو شخص كان تعبان وكان مريض وكان بيتعالج لآخر لحظات في حياته لحظة وفاته كانت مؤلمة للغاية الجميع ناس كتير جدا كانت موجودة أمام المستشفى بعد طبعا خبر وفاته اللي أحزن الجميع يقال إن والدته بتحاول طول الوقت إنها كانت تحافظ على أمواله وإنها فعلا كانت بتعمل المستحيل لأن الشخص اللي كان بيصوره كان بيدي بس عزيز 25% من الربح الشهري وربحه الشهري في الفيديوهات مليون دولار فطبيعي إن كان مفروض عزيز ياخد الجزء الأكبر وحصل مشاكل في هذا الأمر لحد ما تم الاتفاق ما بينهم اشترى فيلا واشترى عربية وكان بيعمل لكوكي مفاجآت كتيرة جدا جدا ولكن ده كله كان مجرد فيديوهات لكسب الأموال فقط لغير عزيز توفى ولكن اللي اكتشفوا الجميع إنه كان محبوب للغاية إنه كان صاحب حس فكاهي وبس ما بتترسم على الوجوه خصوصا الناس اللي امتبعاه عارفة إنه قد إيه كانت طيابة قلبه وطيبة قلبه كانت ظهرة دائما على وجهه ربنا يرحمه لكل أجل كتاب حزن كبير على السوشيال ميديا ولكن ده عمره لحد الآن لم يتم تحديد ولا العزاء ولا الجنازة ولا لحظة الدفن لأنه يقال في شبهة جنائية في وفاته ادعوه بالرحمة